أنا هنا مشاهدين الكرام في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة نرصد لكم متنقلين من خيمة إلى أخرى ومن معاناة إلى أخرى في إطار هذه التغطية المتواصلة من الجزيرة مباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ندخل إلى خيمة عائلة جديدة خيمة أبو مازن خطاب النازح من أقصى جنوب دير البلح بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منزله السلام عليكم وتحول المنزل إلى كوم من الركام فاضطر إلى بناء هذه الخيمة وربما تنقل عديد المرات في مدينة دير البلح يحاول المواطنون هنا مشاهدين الكرام قدر الإمكان أن تكون هذه الخيمة تحتوي على كل شيء بكل مكونات الحياة من أجل تسهيل ظروف الحياة القاسية جدا في إطار أو في ظل النزوح المستمر والمتواصل نتحدث مع أبو مازن أعطيك العافية كيف تبدو الحياة لديكم؟ كيف الحياة معكم؟ الحياة صعبة جدا أنت شايف ظروفنا الاقتصادية ظروفنا الاجتماعية ظروفنا عكافة المستويات صعبة جدا اليوم نحن كنزحين مش قادرين نأكل مش قادرين نشرب غلاء فيش سلع فيش حاجة لو روحت أنت باع السوق معك ميت شيكل لو يعني متبرع لك فيها واحد ما بتجيبش حاجة من السوق اليوم أنت أغلب السلع مفقودة من السوق أو تكاد يعني غالية جدا جدا يعني أصعب من ظروفنا اللي احنا عايشينا على وعلا القصف اللي احنا بنواجهه يوم يوم في هذا الإواف المخيم تبعنا يعني أنت حضرتك شاهدتني ممكن أجيتني قبل هيك في خيمتي في الممر هناك احترقت بالكامل يعني أنا أغلب ملابسي هذا اللي أنا شايف هذا تبرع من الناس جديدة يعني جابولي إياه بعمل احترقت ملابسي واحترقت محتويات مكونات خيمتي تمام تبرعوا له فيها تمام جابوني هان في شوية الشوادر وخشب جديدا أنا عملت الخيمة جديدة كويس ظروفي صعبة جدا جدا يعني لات إله كاد يخفيه على الأحد بالكاد بالكاد أنه أنا بلبي طلباته احتياجة بنات وأطفالي عندي صبايا اللي هم محتاجين كل حاجة مثلا يعني قبل الحرب شو كنت أشتغل أنا كنت أشتغل بلدية غزة تمام كانت حياتي كويسة وماشية تمام قدمت أنه أنا أطلع معاش عسبت أنه أنا بدي أشرت من ويلات العذاب اللي في غزة من حروب اللي كل سنة حارب كل سنة حارب تمام قدمت أنه أطلع وأحاول أكون مستقبل خارج بلدي لكن الظروف بتحكم يعني لا لازم أضل في بلدي وبعد اللي شفته أنا لا أضل في بلدي مش هطلع هذه الظروف يعني من المفترض أنها تدفعك أنه أنت تطلع بره بلدك لكن أنت بتقول أنه هي يعني خلتك أنه أنت بدك تعيش في بلدك صحيح اليوم أنت بتعيش تحديات كبيرة جدا ما بين الواقع واللواقع الملموس أنت اليوم بدك يا أما تطلع تقلعك من جذورك من بلدك بالغصب تمام وهذا تحدي؟ لا أنا بقول لا مش هطلع من بلدي أنا أضل في بلدي كنت مفكر في الطلعة كتير كتير يعني بدي أنجب أطفالي ببناتي أنت فهم كيف وأسرتي أكون مستقبلي لكن لقيت أنه لا مستقبلي في بلدي أكتر هم بديم يهدموا وإحنا إن شاء الله بينا نعمر يعني مش خايفين أصبح الموت اليوم جريب عنا أقرب إشي الموت يعني مش الحياة بطلنا نفكر في حياة صارنا نفكر اليوم إمتى جبري ينبني؟ مش إمتى بيت ينبني؟ البيت ببنوها وأحفادنا زادنا اللي هو طيبين وأولادنا زادنا لكن أقول لك بصراحة اليوم الموت أقرب إشي إنا في ظروف النزوحة اللي أنا عاشت خلال سنة وبعدين في السنة الثانية في الحرب لأ أقرب إشي إنا الموت اللي إحنا جاعدين بنفكر فيه ما عدناش خايفين على حياتنا إنه لأ كيف بدنا ننجي بحياتنا كيف نشرت بأطفالنا لأ اليوم إحنا سرنا نفكر المماء الموت أقرب إنا من أي مرحلة السابقة طيب بما يتعلق بالأكل والشرب وكيف تقدر توفر الأمور هذي؟ بصراحة أنا بديش أخفيك سراً يعني الكستة تحين اليوم مئة وخمسين شيكل أنا مش قادر أدبره معيش بصراحة يعني زي ما حكيت لك أنا مقدم معيش وما بنزليش راتب الآن إلي سنة وشهر ما بنزليش ولا شيكل يعني عايش يعني بروع على تكية بأنطر أنا مهندس تمام؟ بقعف على تكية زي مع الأطفال بقعف مخيمي بقعف لهم يجي دوري أروح أخذ ساعة الطبيق وساعة الرزل أولادي أكاب فيهم أنت مهندس مهندس صحيح تمام؟ بقعف أصف دور زي لأنه اليوم انتهت الشهادات انتهت المراتب العلمية انتهت المقامات اليوم إحنا زي ما حكيت لك كنا سواسية الحرب هذه عملتنا كل سواسية تمام؟ ما عدا طبقة أنت عرفة تمام؟ هي عايشة لكن إحنا عامة الشعب لأ سواسي عايشين ظروف واحدة وقهرية تمام؟ بروح باستنى بااخد دور باجيب رز باجيب فصولة باجيب ايش متوفر في اللتكية باجيب لأولادي بطعميهم دون ذلك لا ما بقدرش أوفر لأولادي حتى رغيف الخبز يعني اليوم أنا بالكاد بالكاد أنه أوفر لأولادي صعب جدا أنك تحصل على رغيف الخبز طيب في حين عدم الحصول على رغيف الخبز ما الخيارات؟ الخيارات أنه أنا ممكن يضل جعاني يعني ممكن يضل جعان عادي في أيام بتمر علينا إحنا واجبة واحدة في اليوم يعني واجبة لتكية بعدين خلاص فيش أكل ما فيش مناطق إنسانية في قطاع غزة لا في الشمال ولا في الجنوب يعني الناس جابوهم من نزعهم من غزة وانهم متوجهوا للجنوب آمن مناطق إنسانية تمام؟ مناطق الإوقات مناطق إنسانية لكن أنت شفت القصف في نص المغلل الخيارة في المناطق اللي بيسموها إنسانية لا يوجد منطقة إنسانية ولا يوجد منطقة محروقين استشهدوا الناس؟ جراني جراني كان أنا يعني بتواصل معهم يوميا أصدقاء يعني أنا سنة كنا عايشين مع بعض في القواة تمام صرنا أكتر من أخوة صرنا أكتر من عائلة فجأة فقدناهم واحترقوا احترقوا قدام علينا مش قدرين ننقذهم أو نقدم هذا المعاونة إلهم نطلعهم من النار يعني أصعب علي يوم أصعب هذا اليوم يوم في حياتي أنا كنت بشبه هذا اليوم بجهنم ولا أهدو بالله جهنم الناس قاعدة بتحترقوا هي أحياء وبيستنجدوا بينا ومش قدرين نعملهم حاجة ليش؟ أنت عارف الخيام عبارة عن نيلون شوادر علاوة ذلك إن الغطاء تبع الممر نيلون كمان شادر نيلون بلاستيك كل هذا احترق مرة واحدة بدافع ما مش عارفش تبعه الصاروخ اللي برموه علينا شو هو يعني إذا حرق المنطقة بالكامل إيش دكون جنسو هذا الصاروخ اللي نزل علينا احترقت الناس إياحياء قلت لك أنا أسوأ يوم في حياتي يعني هذا المشهد مش حنساه في حياتي الناس قاعدة بتحترق قدامي خيام قاعدة بتحترق بالكامل قدامنا وإحنا بدون أي مساعدة بدون مش قادرين نعمل أي حاجة يعني مشاهدين الكرام تجيء هذه اللحظات التي لا يمكن أن ينساها النازحون الذين شاهدوا وعايشوا المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تنسى بتحدث مع أم مازن صحيح وهي ربة هذه الخيمة من صح التعبير هذا هو المطبخ الخاص بهذه الخيمة أم مازن اليوم أنت كنت في بيت فيه مطبخ واسع مطبخ كبير لكن اليوم يعني هذا هو المطبخ لا يتجاوز المتر في قطع من الخشب الحمد لله بحكي على كل شيء ولكن مش طالب إيدينا إيش إحنا نعمل فالحياة هي اللي بتتحكم فينا فالظروف صعبة فلما أنا عمل زي هيك بقول ولا عدم خالص والحمد لله على كل شيء فيعني الواحد إيش أحكي لك من النأساه اللي عشناها والرعب اللي إحنا أخذناه في قلوبنا ربما النساء في الخيام هن أعمدة الأساس بمعنى أنهم الأقرب إلى أولادهم الأقرب إلى الاحتياجات والحاجات صحيح يعني أقول لك مية في المية أنهم سقدرين ننبي لو طلب واحد لألهم ليه؟ لأنه لو استهيوا أقول لك طبخه وهم عايزينها مش قادرين نجيبها الحياة غالية جدا يعني وما فيش دخل على الناس وبعد تطلع ما فيش ولا إشي يعني أنه يدخل على الناس عشان تجيب منه فهذا أصعب إشي لما ابنك أو بنتك يلجأوا لك أنك عملينها هالطبخة هاي عملينها زي زمان ما تقدريش أنت تعمليه وفي أطفال أقسم بالله أنا بعرفهم كان نفسهم في الشغلات وستشهدوا وهم ما أكلوها ولا ضجوها كثير يعني هذي يكفي بس هذا المال يعني أنك يطلب منك ابنك ولم تقدر تتلبي له الحياة للأمانة صعبة للغاية للغاية يعني على جد ما خضنا حروب زي هالحرب ما خضنا ونتمنى من الله عز وجل أنه الله يكفي هالحرب وكده يعني توقف هالحرب عن قطاع غزة يا رب إحنا منتكنين بربنا وزي ما أنت شايف التراب يعني إحنا حنعيش على التراب وحنموت على التراب يعني قبل ما يدفلنا التراب إحنا عشنا عليه يعني أقول لك شبه إنا إحنا ميتين الشعب الفلسطيني ميت مش عايش بزيادة يعني حتى الصبر فاض أنا شخصيا عندي عندي بنتين وهاء وفرشة وحلة وأنا تنتاهم يعني على فرشة وحلة أقسم بالله من أول حرب وأنا على فرشة وحلة بناتي بنموا ببطنية بفرش بطنية سوى الشتاء أو الصيف وفي الشتاء الجو حاليا نحنا بنعيد جو بارد جدا يعني كيف بترتبوا الأمور بقول لهم دبروا نفسكم ليه الله بدعي لأله إنه ربنا يدفيهم ليه لأنه ما فيش يعني ما فيش خيار ثالث نحرق نحرق واللي يحتاج واحد وقداتي يعني برضو أنا بطني إنسان نحرق نحتاج واحد مني بديه حتى لقوه على حسابي إيش بدنا نعمل بس الأمانة الصبر عند الشعب الفلسطيني قال لأنه ما عند ضيل عنا صبر أكتر من هذا ضاقت الحياة ذرعا فوق قدرة المواطنين هنا مشاهدين الكرام خمسة أفراد يجب أن تكفيهم هذه الفرشة التي لا تتجاوز في مقاسها المتر وسبعين سنطر أو ربما أقل يجب أن تكفي لخمسة أفراد يعيشون هنا والأب كما قال إنه يؤثر الأولاد على نفسه وبالمصطلح الفلسطيني في قطاع غزة بدبر حاله لكن يتساءلون وهو التساؤل المنطقي إلى متى تستمر هذه المعاناة وهذه الإبادة التي تجري بحقهم وليست الإبادة هنا أن يقتل الفلسطينيين وحسب إنما الاحتلال الإسرائيلي يعدد أنواع القتل للفلسطيني جوعا وعطشا وقهرا وخوفا وحرقا وبالصواريخ تباعا في هذه التغطية المستمرة عبر الجزيرة مباشر سنظل نتقص معاناة الفلسطينيين جراء حرب الإبادة منذ أزيد من عام على قطاع غزة